بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد في باب ما جاء في منكري القدر قال رحمه الله وعن عباده ابن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب فقال ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني في رواية لأحمد إن أولا ما خلق الله تعالى القلم فقال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة في رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين نعم من لم يؤمن بالقدر هذا محل الشاهد من الحديث من لم يؤمن بالقدر أحرقه الله بالنار ولا يحرق بالنار إلا من هو كافر فدل على أن من أنكر القدر أنه كافر والعياذ بالله الله جل وعلا يقول إن كل شيء خلقناه بقدر نعم قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد قول المصنف رحمه الله عن عبادة تقدم ذكره في باب فضل التوحيد وحديثه هذا رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد بكماله قال حدثنا الحسن بن سوار حدثنا ليث عن معاوية عن أيوب بن زياد قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة قال حدثني أبي قال دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي فقال أجلسوني قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره قلت يا أبتاه وكيف أعلم ما خير القدر وشره قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك هذا حقيقة الإيمان بالقدر أن تعلم يعني تتيقن أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك فهذا دليل على أن الإيمان بالقدر أنه ركن من أركان الإيمان الستة نعم يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة يا بني إن ميت ولست على ذلك دخلت النار نعم هذا دليل على أن من لم يؤمن بالقضاء والقدر أنه يكون من أهل النار فدل على أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة نعم ورواه الترمذي بسنده المتصل إلى عطاء بن أبي رباح عن الوليد بن عبادة عن أبيه وقال حسن صحيح غريب حسن صحيح غريب يعني حسن من طريق وصحيح من طريق آخر يعني جاء من طريقين حسن صحيح غريب الغريب هو من فرد بروايته واحد شخص واحد هذا هو الغريب وهو من أقسام الصحيح نعم وفي هذا الحديث ونحوه بيان شمول علم الله تعالى وإحاطته بما كان وما يكون في الدنيا والآخرة هذا هو مفادي الحديث إحاطة علم الله تعالى بما كان وما يكون في هذا الكون في هذا الكون فهو كله داخل في قضاء الله وقدره لا يخرج من ذلك شيء عن قضاء الله وقدره نعم بيان شمول علم الله تعالى وإحاطته وإحاطته بما كان وما يكون في الدنيا والآخرة كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما نعم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما هذا حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر وقد قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن القدر القدر قدرة الرحمن واستحسن ابن عقيل هذا من أحمد رحمه الله نعم وقد قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن القدر قال القدر قدرة الرحمن نعم القدر قدرة الرحمن فالله جل وعلا قدر كل شيء خلق كل شيء فقدره تقديرا فما يكون في هذا الكون مما سبق ومما يلحق فإنه بقضاء الله وقدره وقد قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن القدر قال القدر قدرة الرحمن واستحسن ابن عقيل هذا من أحمد رحمه الله استحسن ابن عقيل رحمه الله هذا القول من أحمد فدل على أنه حق وأنه ثابت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم والمعنى أنه لا يمنع عن قدرة الله شيء لا يمنع عن قدرة الله شيء كل شيء فإن الله على كل شيء قدير الله قادر على كل شيء وهذا هو معنى الإمام بالقدر ونفاة القدر قد جحدوا كمالا قدرة الله تعالى فضلوا عن سواء السبيل وقد قال بعض السلف ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا قال شيخ الإسلام رحمه الله والناس في باب خلق الرب وأمره ولم فعل ذلك على طرفين ووسط فالقدرية من المعتزلة وغيرهم قصدوا تعظيم الرب تعالى بتنزيهه عما ظنوه قبحا من الأفعال وظلما فأنكروا عموم قدرته ومشيئته ولم يجعلوه خالقا لشيء ولا أنه ما شاء كان وما لا يشاء لم يكن بل قالوا يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء وهذا كفر بالله عز وجل جرهم إليه إنكار القدر بل قالوا يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء ثم إنهم وضعوا لربهم شريعة فيما يجب عليه ويحرم بالقياس على أنفسهم وضعوا لله شريعة تقولوا على الله سبحانه وتعالى ما لم يقل وما لم يشرع فوقعوا في الكفر من حيث لا يشعرون بسبب جهلهم وعدم إيمانهم بالقضاء والقدر نعم ثم إنهم وضعوا لربهم شريعة فيما يجب عليه ويحرم بالقياس على أنفسهم نعم وضعوا لله شريعة من عندي أنفسهم قاسوه على أنفسهم قاسوه على أنفسهم والعياذ بالله فشبه الله بخلقه نعم بالقياس على أنفسهم وتكلموا في التقدير والتجويز بهذا القياس الفاسد الذي شبهوا فيه الخالق بالمخلوق فضلوا وأضلوا نسأل الله العافية نعم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين